اشتركوا في القناة في القضايا البيئية الدولية ونوه الدكتور من دينب الإنجاز المتميز الذي حظيت به المملكة بفوزها بعضوية اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون للعام 2021 أوضح المبعوث الخاص لشؤون المناخ بأن مملكة البحرين ستمثل من خلال منصب عضوية اللجنة التنفيذية خمسا وخمسين دولة من دول غرب آسيا والباسك وأكدا أن هذا الإجماع الدولي على تمثيل البحرين دليل واضح على رؤية المملكة وقدرتها الكبيرة على إقناع العالم بنجاعة استراتيجيتها البيئية وأضاف الدكتور محمد بن دينان انتخاب مملكة البحرين يأتي في ظروف دولية وإقليمية استثنائية في ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية واقتصادية جراء جائحة كورونا وأكدا في هذا الصدد قدرة المملكة على إقناع الشركاء الذين منحوها ثقتهم مجددا وأكد الدكتور بن دينان الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين عضوية اللجنة كطرف رئيس ستكون حافلة بمناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة من دول غرب آسيا والباسيفيك فترة